ثلاث سنوات من العاصفة لا أفق هنا ولا جدوى غير الحرب للحرب ذاتها ولا خلاص من الانقلاب أو هذا ما تقوله المؤشرات إلى جانب السؤال الدفاعي حول ما الذي كان سيحدث لو أن التحالف العربية لم يتدخل في اليمن يأتي سؤال آخر محمل بهواجس الريبة من الحلفاء ومخاوف القادم ماذا بعد ثلاث سنوات من العمل العسكري؟ بينما تتشكل دولة حرب في العاصمة صنعاء وتمارس نقمتها على المدنيين يتأكل ما تبقى من شرعية هادي في المناطق المحررة ما قالته رسالة الحكومة اليمنية لمجلس الأمن ردا على تقرير فريق الخبراء يكشف الكثير عن واقع جريح يتراكم لتتسع المأساة في وجوه اليمنيين فكما غابت تحالف العشري لتبقى الرياض وأبو ظبي غابت أيضا أهدافهم النبيلة باستعادة الدولة اليمنية وتكشفت بالمقابل نوايا ليست بالحسنة هادي الذي ارتخط قبضته بات يشكو لمجلس الأمن تمرد مدير أمن عدن عن توجيهات وزارة الداخلية والمعين بقرار حكومي رسمي ويؤكد صحة ما أورده تقرير الخبراء عن تشكيلات عسكرية سبق ووصفها التقرير بأنها قوات تعمل بالوكالة وهي قوات الحزام الأمني في عدن ولحج وأبيا والنخبة الحضرمية والشبوانية ليأتي الرد الحكومي مؤكدا أنها لا تخضع لزيطرة وتوجيهات المؤسسة الأمنية والعسكرية بل وتعمل هذه التشكيلات على إعاقة المؤسسات الرسمية وإحداث تمزق للمجتمع ونسيجه الاجتماعي بات اليمن يشكل آثار المدمرة للحلفاء دون أي نتائج ملموسة على صعيد إنهاء الانقلاب وغير بعيدا عن ذلك يقول مركز أبعاد للدراسة والبحوث إن الخليج يبحث عن مصالح وسيناريوهات التقسيم والفوضى بديلا عن هدف إسقاط الانقلاب وبحسب التقرير فإن هناك اعتقادا سائدا لدى بعض أطراف تحالف العربي تحديدا السعودية والإمارات أن دعم تجزئة اليمن يسهل التحكم به مستقبلا يبدو أن اليمن يمضي وحيدا بين مصيرين جارحين انقلاب دمر دولة اليمنيين وتحالف يشك على القضاء على ما تبقى منها ترجمة نانسي قنقر